احنا نتكلم في القادم شهر مايو في العديد من البطولات المهمة الحقيقة للنادي الاهلي اهمها على الاطلاق واللي جاي دلوقتي هو بطولة السوبر الافريكي لكرة اليد النادي الاهلي بينظم اربع بطولات بطولة السوبر الافريكي لكرة اليد الرجال بطولة السوبر الافريكي لكرة اليد سيدات بتتنظم على صالح الامير عبدالله الفصل بالمقر النادي الاهلي بالجزيرة نعم النادي الاهلي سيشارك مع الرجال ولكن السيدات لم يشارك النادي الاهلي يكون أربع فلق أخرى من قرية أفريقيا بعدها بيوم راحة واليوم اللي بعده كده هتنطلق أبطال الكؤوس بمشاركة الفريقين الرجال والسيدات في بطولة أفريقيا بطولة السوبر مهمة جدا عشان دي بتأهننا لبطولة العالم للأندية لكرة اليد واللي بتقام في المملكة العربية في السعودية واللي احنا خدنا فيها المركز الرابع في آخر نسخة اللي أقيمت في مدينة الدمام النسخة الجاية يكون في السعودية واللي بيكسب السوبر بيتأهل مباشرة عندنا بعد كده بطولة أبطال الكؤوس أبطال الكؤوس رجال وسيدات انت بتحقز بتحجز الفائز بيحجز مقعد في السوبر للسنة اللي بعدها عشرين أربعة وعشرين مهمة جدا البطولتين بترتب عليهم أنشيطة أخرى واشتراكات أخرى مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد الرجال بعد حصوله على الدوري والكاسد اللعي براحة يعني يوم أو اتنين على الأكثر وبعد كده رفع الأحمال بشكل كبير جدا أحمال بدنية بشكل كبير استعدادا لبطولتين أفريقية والسوبر والبطولة كأس الكؤوس الأفريقية هي نسختها رقم 39 كأس السوبر زي ما حضراتكم عارفين وقلنا مرارا وتكرارا هتتلعب يوم 6 و 7 مايو احنا 6 باي مش هنلعب عشان نسحب نادي التراجي وبمناسبة نادي التراجي عنده يعني بعض الأمور المالية مقدرش يشترك فيه بطولة السوبر الأفريقية اللي كانت اليد ويبدو أيضا نسحب من بطولة أفريقيا لكرة الطائرة نجال تاني يوم هيكون الفاينال يوم 7 مايو غالبا هيكون إن شاء الله غالبا هيكون مع نادي الزمالك لأن المباراة تانية هيكون زمالك وكنشاسة تقريبا نكن قولي هيتبقى من نسبة كبيرة فوز نادي الزمالك هيبقى الفاينال إن شاء الله يوم 7 مايو على صالة الأمير عبدالله الفصل طبعا موقعه كبير الحقيقة والجديد فيها أنها بتتلاقيب على صالة الأمير عبدالله الفصل وموقف ده الحقيقة قرر قبل كده تقريبا سنة 2017 يعني مهم جدا طيب بالنسبة لحضور الجماهيري والقصة دي أكيد هيتم الإعلان والنادي هيعلن عن هذا الوضع وأول ما النادي يعلن عن موقف حضور الجماهيري من هذه المباريات إحنا هنعلن على طول الفريق تم تدعيمه نعم تم تدعيمه ولكن كلها أيضا أخبار يعني الكلام على علي زين الكلام على أحمد وليد الكلام على مصطفى المهدي حرس مرمى الشباب اللي تم تضمه في القايمة كل ده أكيد بيكون يعني 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 كل ده بيكون يعني كلام ولكن الفعل الأكيد الفعل الأكيد بعد ما يعلن النادي الأهلي وده تعودنا هنا في بزامج الأبطال وده سياستنا في قناة النادي الأهلي آه بنابقى عارفين أخبار بنابقى متأكدين منها ولكن النادي الأهلي لرؤية أوسع وأشمل إدارة النشاط الرياضي بالقيادة القدير طبعا كابتر خالد العوضي آه لها رؤية احنا في نادي الأهلي ما بيتقالش حاجة إلا بعد ما بتم تماما ماينفعش أقول حاجة أقول لا ده تعثرت ده أدى حصرت النادي الأهلي بيقول بعد ما خلاص بعد ما بيقى فيه كارنيه أو البطاقة الدولية للعب عشان يشارك في إيدي أقول قبل ذلك أي حاجة ورده فهو ده النادي الأهلي وده الحقيقة اللي دايما آه بنبقى حرسين عليه ودايما نكون آه داخل منظومة النادي الأهلي طيب النادي الأهلي ما عامين في مجموعته في أبطال الكووس معنا سبورتك السكنداري رجاء رجاء آه 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 أغادير المغربي فاب الكاميروني كريكوث الأسيوب ولكن عندنا أنباء إنه نادي سبورتنج آه 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 هيعتذر الكلام ده صح ولا لأ آه لكن دي أنباء برضو إحنا برضو مش عارفين ممكن يقولها هعتذر وبعد كده هيشارك في آخر وقت ولكن الأنباء اللي جاينا الكواليس اللي جاينا نادي سبورتنج مش هيلعب البطولة هينسحب لأسباب أنا معرفهاش ولكن آه آه يعني ده اللي جاي لنا والأخبار اللي جاينا من جوه نادي سبورتنج كل التوفيق لنادي الأهلي بطلتين مهمين جدا مش بطلتين بقى تلات عشان السيدات تلات بطولات أتمنهم إن شاء الله داخل النادي الأهلي هتبقى فرحة كبيرة جدا فريق كورتلياد يعني يعني طال الانتظار زي ما بيقولوا يعني طال الانتظار فريق كورتلياد النهاردة بطل الدوري والكأس يا سلام بقى لو يكون بطل السوبر وأفريقيا والسيدات كمان تاخد أفريقيا أنا بأحلم صح؟ ولكن الحلم قرى بيبقى حقيق آه آه لازم نحلم مع النادي الأهلي النادي أهلي ما بخلناش حدود للأحلام بطولة البطولة دي جات مثلا يعني جات بجهد وعرق وتعب واه 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 فالنهاردة انت في حاضر بيبقى تاريخ بعد ما بتكسب البطولة فإن شاء الله كل التوفيق لفريق كورة اليد الرجال وسيدات الله الحقيقة احنا كلنا ثقة بيهم بإذن الله